طب قوليه لانت بقى من الستات زي بعضينا بقى يعني طب ما إحنا كست لما برتبط في أي ارتباط أنا لازم ببقى الأقل الأضعف مش أقل قيمة بس اللي هو أنا الشخصية اللي ببقى تابعة وإحنا ستات بنحب كده اللي هو أمر يا سساي يعني يجيوا لها ما تنزليش حاضر ما تلبسيش حاضر ببقى مبسوطة في البداية إنه بغير علي ومبسوطة بقى نبير نيل 4 ساعة وما تروحيش وما تجيش طب ما هو أنا كبنت وكست أنا بحب ده فهل أنا اللي بدخل برجلي وبقوله خليك توكسك يا سسايد لا هي كل حاجة ليها حدود طبعا فكرة إن الستة بتبقى حبة دي من البداية فهي دي غلط في التربية من الأساس إن هي تربط إن الستة لازم تقول حاضر على كل حاجة الستة لازم علشان جوزها بيحبها يبقى لازم بيغير عليها بالمنظر ده الغيرة دي مش صحية اللي هو يفضل كاتم عليها يحرمها من صحابها ما يقول لها انزليش تغلي ما تشوفيش نفسك ما يديهاش ما يديهاش الستة بتاعها الكافي إنها تبقى نفسها دي تبقى علاقة توكسك لكن الغيرة العادية آه دي وردة عادي جدا إنه هو يبقى متصلت زيادة عن لزوم هو ده اللي مش طبيعي هو ده اللي بيخلي الستة تبقى مكبوتة تبقى ماشي أكنها ماشي على قشر بيد مش عارفة تكلمه كلمة يتعصب عليها يقلب التربيز عليها يقول لها انتي السبب هي دي العلاقة السامة اللي احنا بنكلم عليها بتفضل طول الوقت خايفة على مشاعره فبتفضل تضغط على مشاعرها تفضل تيجي على نفسها كتير يعني المجتمع مثلا اللي احنا عايشين فيه دايما يقول لك الستة هي اللي اللي لازم تمشي المركب هي اللي لازم تضغط على نفسها شوية ما ينفعش إن هي تفتح بقاء الكلام ده كله هو ده اللي بيضغط على الستة وهو دي العلاقة التوكسك هجي لك برضو في الستات اللي بتجي لك اللايف كوتش دي دي دالي احنا حياتنا من غير اللايف كوتش ده خلاص بقى يعني احنا بعض في نفس الاتجاه